السلام عليكم مشاهدي كوناتكو وعقلك جميعنا يعرف أن السيارات تسير على الأرض والسفن تطفو على الماء والطائرات تطير في السماء وربما تكون تلك الأشياء مذهلة لكن ما تفعله هذه المركبات العسكرية سيأخذكم إلى مستوى آخر من القدرات الهائلة دعونا نرى 1- أفضل كاسحة ألغام 1150 إليكم واحدة من أفضل المركبات العسكرية الموجودة في جيش الولايات المتحدة الأمريكية وقد تم إعطاؤها لقب آلة التقطيع وهذا الاسم لم يأتي من فراغ حيث تتمكن هذه المركبة من تنظيف حقل بطول 100 متر وعرض 14 مترا في دقائق قليلة ليس ذلك كل شيء بل تستطيع المركبة إطلاق الصواريخ وتكتشف أماكن الألغام وتقوم بتفجيرها ليتمكن الجنود من السير بكل أمان أما عن وزنها فهي تزن 70 طنا مع 40 مترا طولا وأخيرا تحتوي المركبة على محراث ضخم في المقدمة ومدفع رشاش أليست مذهلة؟ وما هذه إلا البداية دعونا نكمل 2- جاباريا راجمة الصواريخ بجانب مظهره الجميل فإن هذه الراجمة تستطيع حل محل 6 قاذفات صاروخية كبيرة كاملة من ترازي PM21 تستطيع هذه المركبة إطلاق 240 صاروخا في دقيقتين فقط تعمل الراجمة بشكل ألي حيث إنها مزودة بنظام ملاحة أوتوماتيكيا دقيق وهذا بدوره يضمن وصول الصواريخ إلى الهدف بدقة متناهية طول المركبة 29 مترا وعرضها 4 أمتار مع وزن 105 أطنان هل تريدون معرفة من قام بصنعها؟ لن تصدقوا أن هذه المركبة الرائعة تشارك العرب في تصنيعها إنها عمل مشترك بين الإمارات وتركيا 3- القاذفة MZKT 79-221 لابد أنكم تتساءلون عن عدد العجلات الموجودة في تلك المركبة دعونا نتولى هذه المهمة بدلا عنكم ونخبركم أنها 16 عجلة ثمانية في كل جانب الستة الموجودون في الخلف لديهم الكدرة على الدوران وهذا يعطي السائق فرصة للمناورة وقت ما يشاء هذه الناقلة ذات الـ 20 مترا تستطيع حمل صواريخ يزن الواحد منها 80 طنا ولا يقتصر دور المركبة على نقل الصواريخ فقط بل إنها تتحول إلى قاذفة صواريخ كما تشاهدون الآن سنترككم ثوان مع هذا المشهد المثير ثم ننتقل إلى المركبة التالية أربعة المركبة البرمائية تستطيع هذه المركبة البرمائية حمل وزن حتى 30 طنا ونقلها إلى مكان آخر برا أو بحرا بجانب أنها تعمل كجسر على الماء ليعبر عليها الجنود والدبابات للوصول إلى الجهة الأخرى من الماء سرعتها تصل إلى 80 كم في الساعة على الأرض وفي الماء تصل إلى 9 كم في الساعة إنها من أروع المركبات على الإطلاق يطلق عليها اسم البجعة البيضاء وهي أكبر وأشهر وأسرع ضائرة حربية لك أن تتخيل أن سرعتها أعلى من سرعة الصوت أجل كما سمعتم فسرعتها تصل إلى 2200 كم في الساعة ليس هذا كلما في الأمر فهذه القاذفة تحمل في جعبتها المزيد فهي تستطيع حمل 45 طن من الأسلحة في الجو كما أنها تمتلك أجنحة متعددة الأوضاع وأخيرا تم تصميم هذه القاذفة من قبل الاتحاد السوفيتي وقد كانت آخر قاذفة استراتيجية قام بتصميمها تمتلك هذه الحوامة المميزة وسادة هوائية تمكنها من الحركة بسرعة كبيرة فوق الماء وتصل سرعتها إلى 78 كم في الساعة كما يمكنها أن تسير على الأرض أيضا بسرعة كبيرة والمدهش أنها تستطيع حمل 68 طن وتنقلهم إلى مكان آخر رغم أن طولها 26 مترا فقط كما أنها تستطيع نقل 180 جنديا بكل سهولة مثل هذه المركبات لا تخرج إلا من روسيا فهي تعد أكبر مهبط للطائرات في العالم بجانب أنها تتسع لعشر مدرعات مع الأشخاص ويوجد مساحة فارغة أخرى أيضا والمفاجأة أن هذه المركبة مزودة باثنين من قاذفات الصواريخ القوية كل هذا وطولها فقط 57 مترا الأمر المثير أنها تستطيع الطيران فوق سطح الماء ولكن لأمتار قليلة فقط وعندما تكون الحمولة خفيفة وهي لا تطفو فوق الماء فقط لكنها ترسو على اليابسة وعلى الجليد من المؤكد أنك لا ترغب في مواجهة تلك المركبة تحت أي ظروف ثمانية المركبة البرمائية داربا في حال أنك أردت أن تنقل حمولة بوزن 150 طن فعليك الاستعانة بهذه المركبة الرائعة فهي مركبة فريدة من نوعها إذ إنها تتحرك بسرعة 37 كيلو مترا في الساعة في الماء لكنها بطيئة على اليابسة وفي المستقبل ستكون وسيلة مناسبة لنقل البضائع الكبيرة في الظروف الجوية القاسية 9- حاملة الطائرات جيرالد فورد إليكم أكبر حاملة طائرات في العالم فهي أكبر سفينة به والتي كلفت الحكومة الأمريكية 13 مليار دولار ولم يتم بناؤها بين عشية وضحاها بل استغرق الأمر سنوات طويلة ومن بين التفاصيل تم استخدام 750 طن من الطلاء الرمادي يبلغ طول هذه التحفة الفنية 337 مترا مع عرض يصل إلى 78 مترا في حالة ما أردت شراء واحدة عليك التحقق من رصيدك في المصرف هل يتجاوز 42 مليار دولار أولى؟ 10- طائرة لوكيد سي خمسا غراكسي من أضخم الصناعات الأمريكية وتم تصميمها للنقل الجوي الثقيل عبر القارات فهي واحدة من أكبر الطائرات العسكرية في العالم صممت لنقل الدبابات والعربات والمروحيات فهي تستطيع حملة 118 ألف كيلوغرام كما أنها تحتوي على 75 مقعدا للجنود وكل هذا مع طول يصل إلى 75 مترا فقط 11- دبابة تشارتوسي يعود بناء هذه الدبابة إلى فرنسا في عام 1917 قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى بحام واحد تحتوي الدبابة على خزان بطول 10 أمتار وبذلك تكون صاحبة أكبر خزان على مرء التاريخ طول الدبابة 4 أمتار ورغم قوتها فإنها لم تثبت جدرتها في الحرب في ثلاثينيات القرن الماضي قام الاتحاد السوفيتي بتصميم واختبار طائرة عملاقة وأطلقوا عليها اسم كالينين أتت هذه الطائرة بتصميم غريب حيث كانت تحتوي على أجنحة مزدوجة بطول 452 مترا وتستطيع أن تحمل ركابا بعدد 128 شخصا تحتوي على مدافع ورشاشات كان من المفترض أن تصل سرعتها إلى 234 كم في الساعة لكنها لم تنجح في اختبار السرعة القصوى لذا تم إلغاء هذا المشروع هذا كل ما لدينا في مقطع اليوم شكرا لكم على المشاهدة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمتابعة المزيد من المقاطع نراكم قريبا شكرا لكم على المشاهدة